من نتحدث عن دعوات الصلح بالبلد حقيقة ما نتفائل بها هاي مو تشاعب بس هذا الواقع وأمطيكم أمثلة عن الموضوع مثلا المصالحة الوطنية اللي أنفقنا عليها أموال و لجان و اجتماعات لكن بالنتيجة ما حصلنا على صلح واللي حصلنا دخول داعش و انشقاقات بالقوة السياسية ومثال ثاني ميثاق الشرف اللي وقعته القوة السياسية لحل الأزمات وهم ما شفنا منه شيء لذلك أقول الدعوات للصلح ولملمة البيت السني لحل أزمة زعامة مجلس النواب شنو تكون نتائجها ما نعلم خاصة و الجو محتقن و الانشقاقات كل شي هوية لذلك الحل هو بالدعوات للصلح و أيضا بالعمل بالدستور والتصويت داخل مجلس النواب لذلك أتمنى تنحل مشكلة زعامة مجلس النواب بدون ما تخلف تقاطعات بالمجتمع وهذا يمكن صعب بسبب التنافس على المكاسب لكن نقول إن شاء الله تنحل الأزمة بحكمة العقلاء إن شاء الله تصبحون على وطن آمن في أمان الله